عندما تولد في قلوبنا يموت الشر فيها وعندما تولد في عقولنا يموت الجهل فيها وعندما تولد في نفوسنا تولد المحبة فيها موسيقى موسيقى استمرارية وجود يسوع معنا هي استمرارية الزبيحة وعمل الكهروت طالما في كاهن عم بيقدس معنات الرب باقن معنا على الوعد يلي قاله للرسل أنا معكم إلى منتهى الدهر مشان هيك سميت الزبيحة عجيبت العجيب أكبر تجلي لمحبة الله هي زبيحة الإدس مزالة المحبة عم تتجلى بكل زبيحة تقام بأي بقعة من بقعة الأرض وكل مرة عم نشارك نحن بها الزبيحة إننا نشترك بها الحب الإلهي يلي عم يتجلى من خلال الأسرار العرضية يلي منقول عرضية يعني غير منظورة يلي عم تبين بها الزبيحة المؤمنين مدعوين رجا خاص إلى إعادة تقييم زبيحة الإدس بحياتهم ومش دمجة كصلة من الصلوات اللي بيصلوها ببيوتهم يعني يا بصلي يا بحضر إدس إنه إذا صلت كأني حضرت إدس أبداً الإدس هو زبيحة قائمة بزيتها ما في شيء بالدني بيغني عنها ما في شيء أو بحل محلة لا عمل الخير هي النبع لكل شيء اسمه حياة مسيحية وأنجلية الإنسان اللي بده يحب الإنسان اللي بده يخدم الإنسان اللي بده يغفر الإنسان اللي بده يتحول من إنسان قديم لجديد الإنسان اللي بده ينشفى نجروحات من خطايا من عيوب من عدات سيئة الإنسان اللي بده يتقدس بده يروح على الزبيحة بالزبيحة فيه كل شيء عايزي تطور البشرية من شفى لتحرير لتغيير لتأديس لصعود مشان هيك إذا ما رحت اشتركت بهالزبيحة ما بقدر أعمل أي عمل منيح بدون الإربان ما فيه مسيحية ولا فيه عايش للإنجيل لأن الإنجيل كلمة أكبر بكتير من طاقتنا كبشر نقدر نفهم أن نعملها أكبر من يعني اللي بيطلبوا مني الله بالإنجيل ما قادر عليه إرادتي ولا قادر على تتميمه لكن بالإربان بس اتناول واشترك بالزبيحة تسري بداخلي مفاعل الحياة الإلهية وبتصير إرادة تقدر تشترح العجائب بالقرارات بالتغيير بالمواجهة بالتجارب الإرادة تستمد قوتها الحب بينضف القلب بينشفى الزهن بيتحرر الجسد بيتنور بيتروحن ما بيعود فقط أبعيده مادي بتقول العذرة بالإدّاس الله يحضر حي في وسطنا حي وعنده قدرة الإدّاس أن يكشف أن يزيل العمى عن ذهني ويزيل يعني يجعل يسوع ظاهر ويجعل مني شاهد ليسوع زبيحة الإدّاس مشان هيك كل أعمال التقوية قلت إذا مرستها بدون ما مارس الزبيحة واشترك فيها بعد نعيش بالتقويات وبالحياة الروحية يلي بعده الله بعيد عم جرب أني بالروح هيك اتقرب منه لكن بالإدّاس الله بيجي لعندي وأنا بروح لعندي ومنصير واحد الله بيفوت فيي وبحل بكياني كل مسيرة يسوع من ولادته بس تنقول عظمتها للزبيحة من التجسد توصلنا لسر الألم كان كله الهدف منه يعني بيش يسوع اللي برى مبشر ما كانوا قادرين التلميذ ولا اللي سمعوه يفهمه كانوا سمعوا خبار بس ما قادروا من خلال هالخبر والكلمة اللي سمعوها يفوتوا بالسر الخلاصة مش كان عم يشفي كان عم يستبق ما سيصنعه في زبيحة الإدّاس مشان هيك الرب المرضى اللي شفاهن والكلام اللي حكيه كله صار قادر يفعل أخد مفاعله لما مات يسوع الصليب ياللي هو هيدا هو سبيحة الإدّاس مشان هيكي لا الرب اشترح المعجزات وشف المرضى لأن الخطيئة اللي ولدت الأوجاع والألام عند البشر يسوع دفع ثمنة على الصليب وكان اللي ما بيشفي الإنسان كان عم يعمل عمل مسبق لتمن بده يدفعه بعدين بزبيحة الإدّاس كمان الكلمة حكاها وكانت قلوبهم غليظة ما كانوا يقدروا يفهمه ولا كانوا يقدروا يسمعه وكانوا يسمعه فقط بدينين بشريات وقالهم بمطرح الآن لن تفهموا شيء لكن سيأتي وقت حيث الروح سيفهمكم كل شيء زبيحة الإدّاس خلت روح الله شو كان منع روح الله يجيه على الأرض الخطيئة بالإدّاس ندفعها على الخطيئة بذات الوقت شو اللي كان منع إنه الإنسان يتحرر من الألم أعباء الخطيئة التكفير بالصليب يسوع دفع الأعباء والتكفير صار ممكن الإنسان إذا صلى ينال الشفا لا لأن الخطايا وأعباء دفعت بدم يسوع للصليب تشوفي زبيحة الإدّاس منقدر منها نستمد كل عوزنا ونصلح ما أنتجته الخطيئة من ويلات وكارثة على مجتمعنا وحياتنا تعاد حسب الإدّاسين عند الكلام الجوهرين بتصير الزبيحة يُزبح يسوع لكن قلت بأعراض سرية ما بنقدر نشوفها كبشر لكن بتصير الزبيحة يعني بيرجع الملاكة بتجد للإله ويعادت تكرار المشهد زيته الإصار على الجوهر شريح الله معكم مشاهدينا وينما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبالعالم عبر برنامج مقاطية بالرب وعنوان حلقتنا هدم الحصون هل تشك في كلمات الله المسجلة في كتابه؟ هل تشك في هزيمة إبليس التي حدثت فوق الجلجلة؟ هل تشك في أن الله الضابط الكل هو أبوك الذي يسدد كل احتياجاتك بحسب غناه في المجد؟ إن كلمة الله لا تسقط أبدا افرح إذن فأنت في قصر الملك أنت في عرش الله أنت في السماء جالس في المسيح افرح فلك سلطان أن تصحق كل قوى الظلام وبذلك لم نعد مؤمنين مهزمين لكننا ملوق في المسيح الملك في هذه الحياة وفي هذا العالم وكم يفرح إبليس إلى هذا الدهر بجهلنا لهذا السلطان ولمكانتنا في المسيح صدق أن لديك سلطانا على حياتك وكل أمورك ولا تفكر أفكار إبليس إذ يتربص بك الأحباط والاكتئاب وعندها تقع في خطأ وخطيئة فكر في كلمة الله فيستنير فكرك ويغمر بالنور وهيا نحمل السلاح الله ونهدم حصون الأعداء هيا استخدم سلطانك الذي لك في المسيح واختبر فرح الغفران وبهجة التحر من القيود وهدم الحصون وكما قال مربولوس نعامل كمضللين ونحن صادقون كمجهولين ونحن معروفون كمحزنين ونحن دائما فرحون كفقراء ونحن نغني كثيرين كمن لا شيء عندهم ونحن نملك كل شيء أبونا مروان الله معك الله معك استرائيس كيفك؟ الحمد لله بير مروان نحن موضوعنا الليلة هدم الحصون سبق وحكينا عن القيود اليوم بدنا نحكي عن الحصون بس بحب هيك بلش حلقتنا بدعوة الرب لكل مؤمن حقيقي وبيقول للرب إشعية 52 أي واحد استيقظي استيقظي تسربلي بقوتك يا صهيون ارتدي ثيابة بهائك يا أورشاليم المدينة المقدسة إذ لن يدخلك بعد اليوم أغلف ولا نجس انفضي عنك الغبار وانهضي وجلسي وفكي عن عنقك الأغلال يا أورشاليم أيتها المسبية ابنته صهيون من خلال هالدعوة أبونا الرب بدو ينا محاربين أقوية دايما شو حلوة شو فيها تعزي هالدعوة إذا عرفنا شبهنا أورشاليم وصهيون ابنته صهيون للنفس البشرية نعم يعني الرب عندما يخاطب المدينة المقدسة هون عم يخاطب نفس الإنسان يالي من بعد موت يسوع على الصليب أصبحت المدينة المقدسة هي نفسنا اللي الرب بدو يردها من سبل خطيئة بدو يحررها من عدوة إبليس وبدو يهدم فيها كل معرفة وقفت بوجه معرفة الله أو كل حاجز منع نعمة الله أن تدخل لها المدينة وتعيد لإله احتلتها بمطرح أعداء شرسين وبشعوها المدينة جعلوها مدينة وزخة الرب بهالدعوة اللي عم يحكيها أشعي أنه انطفضي أيتها المدينة هو ذا ملك وكيئات سيعيد بهائك سيعيد مجدك وبذات الوقت سيعيد تحريرك يعني إذا منعرف نقرأ قراءة روحية هالدعوة وهالنبوءة للنبي ومنعرف أنه هاي بتخصني والرب يخطبني من خلالها ساعتها بكب وراي كل حزن كل فشل اقطعت فيه وبعرف أنه مع الرب سأستعيد مجدي ما رح تبقى السيطرة لإبليس ولا لكل شي زرعوا بداخلي ورد بمراسق إرميا الثلاثة الآية 22 لأن مراحيمه لا تزول هي جديدة في كل صباح يعني نحنا اليوم فينا كل لحظة نستمد العن من الرب حتى نكون أخياء مثل ما هو بده الرب ما زال يعمل هذه كلام إنجيلي أبي يعمل وأنا ما زلت أعمل الرب لم يوقف العمل ليل ونهار هو معي في المعركة أنا أوقات بلغي المعركة أو أني بستلشق فيها أو أني بهرب من خوضة ليش لأعتبارات عقلية وبشرية لكن الرب ما زال معي وما زال يدعوني بكل لحظة أن أخوض هالمعركة وأدخل إلي لأنه انتصار سلف الرب لا يخسر لأنه الرب معي لن أخسر أنا كمان بير مروان يعني الرب ما بده مؤمنين مستسلمين لمشاعر إذا بدنا الحيرة والخيبة والحزن اللي ذكرت عنه عن الحزن هون نذكر اللي ورد بلوءة 24 عن حاملات الطيب اللواتي أتينا باكرا إلى القبر فوجدنا أن الحجرة قد حرج عن القبر بإلون بالأي أربعة وفيما هن متحيرات في ذلك وإذا رجلان بثياب براقة قد وقفا بجانبهن فتملكهن الخوف ونكسنا وجوههن إلى الأرض فقالا لهن الرجلان لماذا تبحثنا عن الحي بين الأموات إنه ليس هنا ولكنه قد قام يعني مشاعر الحيرة والألا عطول هناك تنكيس للرأس اللي هي دلالة ولكن دعوة الملك الملك والناطق باسم ربنا دعوة لماذا تبحثنا عن الحي بين الأموات لماذا تبكينا لماذا أنتنا حزانا دايما الرب عم يلغي السلبي يلي أوجده عدوي وعم بجرّب يرجع يزرع الأمل والرجع ما هو إيجابي الرب حامل إيجابيات للإنسان لأن الخطيئة ولدت كل ما هو سلبي بداخلي الحزن، الفشل، اليأس، النق، البكي بذات الوقت الفشل يلي ما فيه أمل ما فيه رجع أن يمكن أن يخلص من حالتي شناكي ألا بس ما نفوت أكتر على عنوان الحلقة الحصون هي المكان الأكثر دراوي وأكثر شراسي بالمعركة إنه يقدر إخرقه تحت تلك يقدر إشحط العدو المحصن ورام نعم بس هنا وقت أقلهم طب حسنا عن الحي بين الأموات أهمية أنه نعرف أبونا أنه إلهنا إله حي يعمل بين الأحياء وليس بين الأموات مضبوط يعني يسوع ما بنبش عليه باليأس وبالموت يسوع هو حي ولا يموت مشان هيك بدي أعرف أنه المعركة معه ممنوع يدخل إلى اليأس لأن لا تنتهي بإخساره دايما إيدي بإيد الرب ستنتهي المعركة بربح لصالح نعم ننتقل هلأ للرسالة الثانية لكورينتوس الفصل عشر الآية ثلاثة لخمسة فمع أننا نعيش في الجسد فإننا لا نحارب وفقا للجسد فإن الأسلحة التي نحارب بها ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم الحصون بها نهدم النظريات وكل ما يعلم ارتفعا لمقاومة معرفة الله ونأسر كل فكر إلى طاعة المسيح وقتا نحكي هون نهدم القادرة على هدم الحصون إذا بنا نعرف الحصون شو بتعني تحديدا أبونا الحصون هي الأماكن يلي خلقها حواجز بداخلي وهي من وراها الشرير محصن مثل كأنه عامل متريس لقلو وبيبس الخطايا الخطايا هي الظاهر اللي بشوفه أنا وللأسف إذا ما عرفت قريت الحصون يلي مخبى وراها إبليس فقط علاجة الخطيئة بظاهرة بكون مثل اللي عم مثل عم بيصارع الهوى يعني بحارب الخطيئة وبرجعبوه أعفيا بحارب الخطيئة وبرجعبوه أعفيا ما بوصل إلى نتيجة وبوصل بحس نوع من الإنهاك الروحي أنهك روحيا بتعب والتعب الروحي بيوصل إلى اليأس بوصل إلى انسحاب من الصدق بيوصلني أني انسحب حتى بإيماني بقى الله تشوف في كتير عنا حالات نفوس من الناس بيجول عنا متعبين روحيا بتعبانين ما بقى بدون يكفوا لا لأن ما قدروا اكتشفوا الحصون يلي هي قلاع بداخلنا سببها جروحات عميئة سببها ذكريات من الماضي كتير غميئة وكتير مؤلمة وانضب وراها قدر استغلى إبليس دخل من خلال الجروحات وتخبف فيها وبلش بالسخطايا رح نعطي المثل إنسان بماضيه تعرض لضرب كتير هو طفل بدل ما ينوجد بقلب بيت بين إم وبي كتير يحبوه ووجد بين إيدان أهل أساءوا حبه أساءوا تربيته الإم كانت يمكن مغلوب على أمره البي كان عنيف كان سكرجي كان إنسان متخلى عن مسؤوليته كباي ترك أسهار كتير شرسي كتير عميئة ترك جروحات وانضوبات كتير قوية بنفس الطفل ربي هالطفل بتشوفي هالطفل راح بفترة من الفترات بس أخذ ندفي حريته أو بس ندفي طلع ليلة الحياة راح وغطس بالمخدرات أو راح وغطس بالأمار غطس بالضعارة إذا جينا علاجنا هاي دي قافة وهي دي خطيئة إذا جينا علاجنا القافة إنه بس همي بدي شيله من المخدرات كي بدي عطيهم سكتنات تمام بيروح وكي بدي إمنعه إنه يروح بقى يزني أو إنه يلعب بالأمار كون مثل العم بيصار على الهواء هاي الخطيئة اللي شايفة هاي جوة في حصون مخبة وراها جروحات أو بالأحرى جروحات مخبة وراها ألام دفيني مستغلة إبليس وعن بينفسني بها الخطايا هاي الحصون بدي إخرقها وهي دي اللي بدي إدعي الرب إنه لهونيك يفوت يهده وهي دي اللي بنا نحكي فيها بسياء الحلقة كيف الله قادر إنه يخرقها نعم بناخد الصور فيها من العهد الأجياء يعني الحصون هي إذا بنا نحكي انطلاقها من الحلقات اللي حكينا فيها عن المشاعر المجروحة الدفيني نعم بس انتبه هاي المشاعر سببه فيه بيقدر يعمل بيقعد إبليس يعني كيف عندي إيدي مجروحة فيه يفوت الميكروب ويقعد جوا استغل هالجرح المفتوح قعد جوا وبلش يشتغل بهالالتهبات وبالحرارة وبالورم يعني عمل لي تفاعلات وقزم لي الجرح نعم يعني الساعة البدي إيجي عالج أنا الالتهبات اللي أوجدتها هالالنفكسيون اللي فات علي بدوب ما عالج مشكلة الجرح وضبه هون ساعتها بكون بعالج انفكسيون جرح مفتوح برجع بيطلق غيره بيطلق غيره وبيضل هالجرح دايما أنا معزع يعني اليوم إبليس مستغل جرح بحياتي مستغل ماضي بشع مستغل ذكرة مطبوعة بزهني كتير قوي بعمر جدارات شو وبيبلش يبس خطايا من خلالها يعني اليوم أنا بس لقيت التقى بأطباع شرسي أو بطبع حد كلامه قاسي وعن لا سبب بدون سبب إذا جيت بس اتفعلت مع الكلمة واحتدأت مثله بكون قساءت فهمه وبكونه قاعد بخطأ كتير كبير بدي شوف هيدا هاون بدي خرق الحصن يلي خالق بهالطبع غضب أو خالق حكي قاسي أو خالق طبع شرس هيدا هاون في حصن جوا بنا نفوت علىه ونقدر نهده ونحرر هالنفس البشرية من كلا لعبة بساعتها بتلاقي هالشخص رجع بيسلامه رجع بيرويقه بس الحصن إنه نخرقه هذا من سابع المستحيلات يعني اليوم تتقدري تشفي نفس جرحت بطفولتها هابده عجيبة نعم وبده نعمة كتير كبيرة مشان هيك الحصون هاي هي من أشرس المعارك على الخطيئة إنك تعالجي خطأ عابر كتير هايم بس تعالجي خطأ محصن ورا جدارات كتير متينة صعبة كتير هونيكي ما فيك تروح فيها بالإرادة البشرية وبقدرتك كإنساني بديك تروح فيها بالنعمة وبقدرت الله وبإسم الله يعني أبونا الحصن هو إبليس اللي بيعمره يعني مش نحنا المنسب يعني نحنا مسببين لقله هو بيستغله الجرح إذا ما تعالج من وقت اللي صار النام عليه قلت أنا ممكن إبليس يفوت يستغله ويعمر جدارات ويحول الإنسان إلى عادات سيئة وبتعرفي بس نحكي عن العادي السيئة صعبة كتير الإنسان تقدري تكسري له عادي حكيت عنا العادة السيئة شوف اللي غطس بالإمار اقدري خلصي حتى هو بيبقى عارف إنه أنا عم بيخرب بيتي وعم بصرف كل تعبي واللي عم بعمله غلط بس ما بيقدري يوقف شوف اللي بيغطس بالمخدرات شوف اللي بيغطس بالضعارة شوف اللي بيغطس بأطباع شرسة بكلمات سيئة اللي بيسب كل هذه حصون آسية بخبة وراها شروحات بيستغلها إبليس وبلش بس خطيئة وبيحول الخطأ إلى عادي سيئة والعادي إنه نكسرها نعم بده عجيبه بده قدرت الله العجيبه ربنا قدر يعمل مش أناكي لما نقريتي بالمقدمة كتير حلو فيها عزق إنه افرح يا ابنة صهيون هو ذا مليكه كيات جاي جاي يهدم كل الحصون ويفوت على الأماكن يلي عم تبس الخطيئة بداخلي ويردلك الحرية والفرح والسلام جاي يرد المدينة مقدسة جاي يردك حلو يا ابنة صهيون وبيعطي وعد كمان لكل نفس تجي لعنده بقول بأرمية ثلاثين أشفيك من جروحك يقول الرب لأنهم قد ضعوك من في تصهيون التي لا سائلة عنها إنه الوحيد هو اللي رح يقدر يشفي بير مروان وقتها نسمع هوني إنه في عنا نحطم الحصون نهدم الظنور نأثروا أفكار يعني واضح إنه هناك معركة حرب نعم فينا نحكي عنا شوية يعني بدنا ناخد صورة من العهد القديم وننطلق تحتين نفهم شو سرها المعركة بالعهد القديم الرب لما ندعي الشعب العبراني إلى اشتياز الصحراء العبور من مصر إلى أرض المعاد مع يسوع بالقراءة الروحية ذات الدعوة بس هالدعوة الحقيقية دعوة موسى كانت دعوة رمزية دعوة تاريخية بالتاريخ والجغرافيا عبور من مصر لإسرائيل لكن الدعوة الحقيقية جلت بيسوع يلي دعيني أن أعبر مصر هي أرض البشر هون وأرض المعاد صارت الملكوت السماء متل ما صار بعبور الشعب العبراني والحروب اللي خضوها ذاتها هالحروب بدأت صير بمسيرتي مع يسوع بس رح تكون حروب روحية حوني كانت حروب تاريخية هون مع يسوع رح تكون حروب روحية كيف يعني أول ما طلعوا استضموا بالبحر الأحمر هاي أول معركة فرعون من وراء وكانوا تحت سيطرته وبدوا يردهم تحت سيطرة والبحر من قدهم ما بيقدروا يشتزوه أول صعوبة الرب كسرها بيسوع متل ما خليهم يشتزوا بقلب البحر شق بعصاته موصر البحر وقطع مع يسوع كيف صارت المعركة أول ما بنخلق نحنا بنبقى تحت سيطرة إبليس هذا فرعون بسيطر علينا الرب قطعنا بجرن معمودية الكاهن بيضرب صليب وهونيك بيبارك الماي متل ما موسى درب العصى ببحر الأحمر ومتل ما اشتاز الشعب يشتاز المعمد مش هانك منغطسه للمعمد وهذه الصورة الأحسن يلي هي عند إخواننا الورتودوكس منغطسه متل ما قطع بوسط البحر وبس يقطع الطفل هالماي اللي دربه بالصليب الكاهن متل ما عمل موسى رد عصاته على الماء طم جيش فرعون وحرر الشعب من تأثيره هاي أول معركة بخوضة المؤمن هاي معارك كلها الرب يخوض عني المعمودية الرب يقتل سلطة الشر عني هون تبدأ المسيرة نحنا نفكر بالمعمودية متل كأني وصلت هي غلط هاي دي بداية المعارك أو بالأحرى هي بداية المعركة وهونيك بياخد السلاح تقمشي بالمعركة الحقيقية يلي هي معارضة الصحران مشان هيك الأمور المضللة اللي بيضلل فيها المؤمن إنه أنا معمد ما عند معنيت أنا مخلص لا بلشت المعركة يعني دايما أنا بعطي هالمثل بالعماد العماد عصفور مزروب بقفص بيفكر لأنه ربي بالقفص بيفكر هيدا موطنه هيدا الإنسان خرق بالأرض افتكر هيدا موطنه نعم إيجا شخص بيحبه لها العصفور قال له مين زربك هون انت بيش هوني موطنك فتح له الباب قال له انت موطنك انت الدني كله ملكك انت هون مزروب محبوس فتح البيب وعطى قوة لجوانهو تيطير يحلي هيدا المؤمن بالعماد الرب بيفتح للبيب وبيقلي بنا نطلع برات الأرض هيدا يقفص مزروب فيها انت بس ممكن يفتح الباب وما يطير العصفور بالعماد الرب بيعطي قوة لها العصفور تترجع له الادرة لجوانهو يرجع اطير لانه ما كان معود جوانهو على الطيران مشان هكي تقدر حلق بالفضيلة نحو السماء الرب بيعطيني الروح الادوس هالروح لبنانه بالميرون وبقوة بركة الكاهن هيدا الروح الادوس بيعطيني القوة اقدر حلق بالفضيلة وروح صوب ربي مشان هيكي القصة بالعماد مش انه انا وصلت مش اني اتحررت بالعماد انفتح البيت مدعو انا اني اخد من قوة الروح وحلي اطلع بس ممكن اتعمد ويبقى بالقفص ويا ما في ناس اتعمدوا وبتلاقي مشاريعهم كلها مشاريع ارضية بتلاقي ما عندهم بعد ملكوتي بحياتهم ما عندهم شغل انه انا عندي مشوار ومعركة بديخودها ارجع السماء معمدين بيبقوا والروح الادوس طفيينو وما عم بيشغلو وبيرجع روح العالم من جديد بيشغل فيون وبيشغلهم فقط الى البعد الارضي وبتلاقيون مناكل منها الارض واخر شيء منمطم بها الارض ومنبقى فيها يومة الرب عطاني الادرة اني اكل منها الارض بس لاني عابر فيها لكن بلش يتغزى بغزى الملكوت يلي هو قربان الرب يلي هو الصلاة يلي هو النعمة يلي هو الروح الادوس هالسلحات اللي عطاني ايها الرب تقدر حالي يوصل نحو الملكوت ساعتها بموت وبنطم بالطراب بس هون اقوم بيسوع وهذا اللي عم نحكيها رح نحكيها لان المعكة بعدها مكفهية رح نتفرج على هالمعارك اللي خاض الشعب واللي كانت اشرس معركة هي هدم الحصون نرجع لقلها بير مروان الانسان كائن روحي صح؟ نعم يعني نحنا وقتا بيقولوا خلق الانسان على صورته ومثاله نحن بنشبهه بالروح لا صورة الله ومثاله فيه لا الحيوان عنده روح الحيوان عنده نفس شو اللي بيشغله الحيوان بيحركه روح نعم وكمان قوته قوة الحيوان لان الله خلقه حط قوته فيه نحن صورة الله بالحرية يلي بتعطينا ادراع على الادراك وعلى القرار يلي هاي بيمتاز فيه الانسان هاي صورة الله فيه بيمتاز فيه عن بقية المخلوقات اذا بتسحب الحرية من الانسان بصير غرائز بتشغلني مثلي مثل الحيوان حرية اللي عطاني ايها الرب هاي دي هي صورة الله فيه بها الحرية رفعني من مخلوق عادي مأمور الى مخلوق بتشارك مع الله فيه بالقرار نعم بشان هيك الحرية اعطيت فقط لكائنين للملك وللانسان وبهاي الحرية انا بصير بيشبه الله بصير سيد معه بالحرية بصير ابن بالحرية بصير بقرر بالحرية بصير عندي ادراك بالحرية العقل بياخد بعده بالحرية الحب بصير له معناه شي للحرية الحب بصير مأمور الحب جماله اني انا نقي وانا ااخد المبادرة نعم تأمر تصير القصص كلها مأمور وانا بس فقط منفز طب نحن بنتوصل مع الله روحيا يعني صاح روحيا يعني حتى نحن دائما بنقول انه مش بمشاعرنا نفتش على الله لك الانسان بيوصل لالله بكيانه كامل بجسدك بروحك بنفسك بعقلك بزيتني ما في جزء اهم من جزء بلا بلا جزء الروح هو اهم من جزء الجسد مشان هيك بيقول دايما يسوع بالانجيل الروح مستعد اما الجسد فضعيف عم بينبهني بهالقاية الرب انه الروح دايما لازم نلبي الرغبات طبعه وما نخلي الجسد يقتل رغبات الروح بحجاته مش معناه تلجسد نلغي له حجاته نعطيه بس نضلنا يضلوا الجسد تحت سيطرة الروح والروح تبقى دايما هي الاول بتنفيذ الرغبات طبعي طبعا لانه الجسد اللي حقه غلب بيسموه كانوا الادسين تسمي مهضومي بيسموه مثل الاحمار يلي بتحطيله الجيم الجيم هو حديدي بيحطوها بتملح مار تبس يحرصوا على او التور تبس يحرصوا على لحقه شدك التور مبعوض فيك تهديه بيجرك وراه بهذا الجيم بس يشدوه بيوجعه بس يشدوه بتلاقي جمد التور وقف بيقوله الروح لازم يعرف يحط الجيم للجسد وإلا إذا فلت الجسد لما لقه بيجره للروح وراه ومبعوض الروح له خيار بصير الجسد جانح مثل التور الفاليد بس مش قدرين بقى انهدين بصير جررنا وراه وعم بيجرنا وبيقتلنا نعم بشان هكي معرض الروح انه تنغلب بالجسد إذا ما عرفنا نحط للجسد هالجيم منسميه بشان هكي كل حياتنا رح يكون هناك صراع بين الجسد والروح بش صراع بلا بمطرح فيه صراع بس انه بنا نحول هالصراع بنا نقاوم إيه إلى أعطاء كل شيء حقه لأن الجسد إذا عطيته بمطرح حقه مش غلط مش خطيئة نعم اللي الحقوق وتصير الروح معزولي لأنه بيقول لك أعمال الجسد هي خصام وخناقات وعطول مشاكل مظبوط إذا كان الجسد فالد عن رغبات بس إذا كان خاضع للروح لا لكن يسوع شو بيقول كان ينمو بالقامة بالجسد بالنعمة وبالحكمة فإذا كان ينمو بالتلات إشياء بطريقة متزنة يعني مش غلط أن أنمو بالجسد ومش غلط أني أنمو بالحكمة وبالنعمة نعم بس الغلط أن أنمو فقط بالجسد وهوليك اتنين يجوّعون ساعتها هون بصير الجسد جانح ومسيطر وبيقود الروح إلى الهليك برح نتوقف مع برأيك مشاهدينا لحظاتهم من أرشا عودة لكم مشاهدينا بير ماروان انطلاعا من آية مربولوس بيقول كمي أنه هالحرب نحنا اللي بدنا نقوم فيها يعني نحن اللي بدنا نهديم نحنا اللي بدنا نحطيم نحنا اللي بدنا نتخلص ونحنا اللي بدنا نستأسر كل فكر مش الرب نعم مشان هيك منتصادم مع الرب أوقيت ليه عم يعمل معي هيك شو عاملو الرب يقودني إلى المعركة والمعركة أساسية والمعركة في وجع في صليب في عراك مع الآخر في عراك مع الزيت عراك مع الآخر بتصادم مع نقايص الغير مع أطباعه مع كل مشاكله بتعاطف معه وبجرب أني من خلال تعاطفي مع مشاكله عيش الحالات اللي بيقطع فيها مثل ما العدرة تقلمت كتير لألم ابنها هذا المعركة مع الآخر الألم يلي بيسببه الآخر ألم الآخر يلي بعيش ها أنا كمان لأن بحبه لها الآخر والمعركة التانية هي المعركة مع الزيت مشاناك الرب يفوتني كمان بمعارك فيها صليب فيها وجع بس المعركتين هني بيقدوا إلى الأداسة مشاناك بدنا نعرف نقرأ وهيدي المعرك الرب يقودني لأيلا تأنا خوضة مش يخوضة عني مثل معركة الدرس معركة الدرس الأهل بسوق الولاد إلى المدرسة إلى الدرس إلى التعب إلى الصغر إلى الحرمين من اللعب من الضهرة من الصهرة لأنه بهاي المعركة فيها ألم فيها حرمين بس فيها بالنهاية شهادة وفيها بحبوحة وفيها شغل مرتب وفيها توسيع للمعرفة وتوسيع للزين وفيها نضج بس هاو ما صاروا إلا من خلال المعركة وهون الأهل ما بيعملوا المعركة طبعا الدرس عن أولادهم يعني أنا ما بروح بدرس عن ابني أو بعطيه علامات هيك ببيعية بدعي أنت درس وأنت تعذب شاناك الرب لأنه باي صالح يقودني إلى المعركة مش هو بيعمل عني لأنه أنا بدويني أنا تتفتح شخصيتي وأنا يتفتح ذهني وأنا اللي أنضج الرب ناضج ما أنه بحاجة إلا إلا المعركة بس تأنضج أنا أنا بحاجة أن نفوت على هالمعركة ياللي منسميها نحن معركة الصليب تعرفين معركة الحياة ضرورية حياتية نعم ما فينا نرفضة نتقفف منها ومنصير نطرح أسئلة كتير إلا الله عامل معي هاك ولا يسمح أن نفوت لهون ولا يسمح أن يقع بهالتجربة ولا يسمح أن يتعذب ويتوجع الرب من خلال هالوجه عم بيرب النفس ويشحل مننا كل العيوب وبدو يوصل للمعركة الحقيقية اسمها هدم الحصون ياللي بنا نحكي بيرمر ون وقتا يقلنا مع أننا نعيش في الجسد يعني هالحرب هون على الأرض تنتهي بالموت الحرب يعني بالموت اسمها لحظة الانتصار بشان هكي الناس يقروا بالموت نهاية أو لحظة الانكسار ولحظة الفشل والاخسارة الرب بيقراها والمؤمن نعم إنها لحظة الانتصار طبعا للي يعيش بإيمان وفعلا خاض معارك الروحية تحت تالي يربح الملكوت نعم هون وقتا يقل لك فإننا لا نحارب وفقا للجسد يعني نحن عوقت منحارب بعضنا مفكرين ها هي الحرب ما هي ملعون إبليز عرف كيف حول المعركة من معركة ضد الحصون وتحرير ابنة صهيون النفس البشرية إلى معركة ضد بعضنا هاي دي ربحة وربحة وربحة وبوفرة يعني بتشوف في اليوم العالم حاولين المعاركة بعضهم نعم وغيتهم كلام الحقد بيصفقني وبردله بيصفقني وبردله هاي الحرب الجسدية هاي الحرب الجسدية اللي هي إتال ونزاع وخصص هي حرب شيطانية نعم طب إحنا اليوم كيف نعرف إذا عم نحارب حسب الجسد أو حسب الروح من خلال هالنتاج اللي عم تذكرتك الله عطاك إدرا لعقلك يميز أي نوم اللي حرب عم تعمل يعني اليوم اللي عم يحكوا بكلام حقد ضد بعضهم نعم وعم يوصل للحقد يترجم على الأرض معارك نقتل بعضنا وبتشوف اليوم هيدا الزعيم معه الفئة من الناس والزعيم معه الفئة من الناس شو بيحكي الزعيم إذا علب خطابه وبعلها داك داهم ومتلقي الزلم طبعا بتتقبروا ببعضهم نعم يعني اتحولت إلى حرب فعلية بس كيف بلشت معركة أحقد وكلام قاسي وكلام بزيق نعم هاي دي هون اللي شاطر فيها إبليس يعملها وهاي إذا ما انتبه نيلة يعني اليوم إذا بدوا يحكم عقله هالشخص اللي عم يعمل هالنوع من المعاري بيقدر عقله جيبه إنه هاي معركة خاصرة ومعركة غلط شان هيك حذرنا ماربولوس أن يجب ألانه حارب حسب الجسد مظبوط مشان هيك يا رايت بيسمعوا هالأشخاص بس بيعتبروا كنيسة ما اللي خاص فينا نعم الكنيسة عم تقول يا عمي خلوا لغة الحب هي منتصرة لأنه هاي إلى نتائج حلوة وطعوا نحول المعركة إلى معركة نربح فيها الحياة نربح فيها أول شيء بلدنا ونربح فيها مجتمعنا ونربح فيها بالسياسة ونربح فيها بالسلطة ونربح فيها شعبنا لأن اليوم المسؤول السياسي إذا تخلى عن المعركة يلي قيدوا فيها إبليس إلى معركة قاده فيها الله معركة الروح هاون بيقول يسوع من يحبب ذاته يهلكها وحبط الحنطة إن لم تقع وتمت يعني لكن المعركة كيف عم بيحولها يسوع عم بيحولها أن أميت ذاتي أن أدخل إلى ذاتي وحررها هاي المعركة تعطي خصوبي الناس فهموها بالقلب راحوا يخوضوا المعركة بعضهم ومفتكروا أنه أنا إذا بقدر إلغي الآخر بقدر إحكم وبقدر إسعط شعبي مش عارفين إذا لغيت الآخر راح يجي آخر ويلغيني ورح تصير البشرية عيشة في هاتدواني ها بيلغيها وها بيلغيها اليوم أنا ضعيف هاديك الآخر قوي بيقدر يلغيني راح يجي أقوى منه ويلغي لإله وراش على التاريخ بتلاقي كله هاك نعم يعني الحروب حسب الجسد خسراتي خسراتي معركة موسى بالصحرات قلنا أول معركة خاض الرب بقصة مرور الشعب العبراني ببحر الأحمر يلي تجلت مع يسوع مرور المعمد بقلب جنر العميد يلي بيبير كل كهين ها أول معركة بينطم فيها متل ما انطم بالبحر الأحمر الجيش الفرعوني بمية العميد بينطم كل إدرة لإبريس على الإنسان بس مش معناتها انتهت المعركة برجع من بعدها بتبلش مسيرة الصحراء بمسيرة الصحراء في معركة الجوع في معركة العوز ممكن أنا بعلاقتي مع الرب بمسيرتي معه وصاب بمطرح نوع من الإفلاس الروحي ويا ما فيه نوع من هالمعارك فيه إفلاس روحي بنوصل على مطرح ما بقى اللي جديد يصلي ما بقى يعنيني الإيمان ما بقى يعنيني الله ولا كلمته ما بقى ترغبني أو تشدلي قلبي بصير عندي نوع من النقم عليها هاي معركة ومعركة شرسي بس بعد هاي معركة هيني هاي الصحراء بس نحن عم نوع منستعرض هالمعارك ونطلع فيهم شوي شوي تنوصل للمعركة الأساسية وهلا بقول لاش تأساسية من بعدها حل هاي دي المشكلة للرب كمان بذات العصاية مش هاناكي بس أقطع بإفلاس روحي وما بقى أحس بالإيمان إنه في شي بيعنيني حتى الله معايد موضوع بيجذبني بيخدلي قلبي اللي عنده هون متل ما الشعب صرخ لموسى لازم نروح ناخده الصلاة من الكاهن الكاهن بيكسر هالجفاف الروحي بصلاته وبيرجع بيعيد الخصوب الروحية بالقلب كمان أكفوا المسيرة اتواجهوا مع العمالقة كمان الرب عطيون كيف طلع موسى ركع يسهل ورفع إيدي وكان كل ما رافع إيدي الشعب ينصر وكل ما تعب أشطه إيدي الشعب ينكسر معناته كمان هون بدي ألجئ للكاهن ولصلات الجميع أوقات بعيش تجارب بحياتي ما بيقدر لوحدي وجهها بحاجة إنه الجميع تدعمني بصلاتها مشان هيك تلتقم الجماعة دايماً كل أحد ومنصلي مش بس عنوينا اللي حاملينها بالكنيسة كمان عنوية الكنيسة وشعب الكنيسة هون إذا كنت فعلاً أنا شخص عايش بقلب الجماعة الكنسية مطرح لبخوط تجارب صلاة الكنيسة بتدعمني وبتقويني هاي معناته موسى كان ينكسر بإيده ينكسر الشعب الكنيسة قوية بينصر المؤمن الكنيسة ضعيفة ما بتصلي المؤمنين بيخسروا نعم تنروح على المعركة الأخيرة يلي وصلوا فيها قبل أرض المعاد هي أريحة ويلي أريحة عندها رمزية طبعيتها بالكتاب المقدس وصلوا حد أريحة شو شافوا شافوا أريحة معمر فيها أسوار شاهقة وشافوا عاملين حصون الأعداء بحيطان كتير سميكة ومخبيين وراها وحطين كل أسلحتهم منطواء موجهة للي بيقرب على هالحصول هي أريحة أقوى المدن الموجودة بكنعان وأشرس معركة خاضها الشعب من بعدها دغرفتها أرض المعاد بس خلينا بس خلينا نشرح بالأول التاريخ طبع المعركة الجغرافية طبع المعركة ونقدر نفسرهم روحيا مع يسوع كيف ينقاروه نعم وصلوا علي شافوا هالأسوار الشيئة والحيطان السميكي وصاروا يتطلعوا بين قوة عضلاتي شو حين اللي بداية أنا وبين هالأسوار كيف بقدر إخرقها وحرر أريحها لأمن خلالها بدأ يجتاز إلى أرض المعاد شافوا أنه نحن مش قدرين لهالأسوار ممكن روحيا أوصل إلى خطايا أو جروحات أو مصايب موجودة في تطلع لقي لفي إدام بشريات ولفي نصيحة ولفي تربية ولفي قوة على الأرض بتقدر تخليني أغلب هالنوع من العيوب الموجودة في نعم وبذات الوقت حتى طب بشري ما فيه يقدر يعالج الوضع اللي أنا فيه حكينا عننا هالأماكن قد تكون مخدرات ما تتصور لحد اليوم الطب يعجز إنه شيل إرادة غادسة للمخدرات قد تكون لحظات غضب كتير قاسي سببها جروحات عميئة إلا نحن هون العدو محصن وراها وباني وراها متريس وعم بيبس كرايز على هالشخص عميبس من خلاله نوع من تدمير لشخصيته نوع من أزمة نفسية نوع من أزمة روحية أزمة إيمانية حامل حصول وجربت كل الوسائل بس ما لقيت نتيجة نقدر خلص هالشخص شو عملوا الشعب هون صرخوا لموسى بشناكي ما بدي إيقس شو مكانة المصايب بحياتي ممنوع اليأس ممنوع الإنسان إنه يقول مش قادر أو ما بقى وقدر كف تعبت ممنوع لأنه عند الرب ما في شي بيوقف نعم عند الرب كله بيكف خلينا بس تحتين كفية للمعركة بردون معناة أول شي يجيب الكاهن خليه صلي الكاهن هو بوق الله عندما يتكلم الكاهن عندما يصل الكاهن يعلن أن الله قاتل لأنه بالسلطان الحامل سفير الله أنا لما بيبعث وراي على مشكل موجود ببيت على مشكل عم بعيني منه شخص لما انبرد اجي بناء لدعوة الشخص مجيتي اعلان أنه بوق الكاهن بمجيئه الله قاتل لأن الكاهن يحمل سلطان الله بإيه لمن يرفع ايده ويصل للكاهن يدرب بوق للعدو وإنذار أن يترك الحصون ويخرج خارجا هاي أول شغلة أن ندعو الكاهن إلى الصلاة خلص جربنا الطب جربنا النصايح جربنا التربية جربنا السلطة البشرية جربنا المونة ما في شي مننا ماشي ندعو الكاهن إلى الصلاة بيقلوا تاني شغلية حملوا معكم تبوت العهد وانزلوا الكاهنة عم تصوت بالأبواء انتوا حملين تبوت العهد تبوت العهد القرباني علامة حضور الله معي نحمل القربان نروح نتناول ونجي بالقرباني على هالمعركة يلي حسسها أقوى من عضلات نقدر أغلبها عم نفهم شو المعركة هلأ تالت شغلة بيقلوا بتبرموا حول الصور سبع برميت شو هن السبع برميت يعني بلش صلي لما بندعي الناس عمول تسعوية صلاة أنت بالتسعوية عم تبرم تسع برميت حول المشكلة والتسع إلى الرمز طبعا والسبعة إلى الرمز طبعا التسعوية بالكنيسة هي رمز لهالتسع تيام لقعدوهم الرسل بعلية صهيون صلوا فيهم عشر نهال لزن روح لأدوس والسبعة هي رقم الكمال يعني صلي بدون ما تمل وظلك صلي صلي ظلك برم بصلاتك حول المشكلة ما توقف صل عليها الكهنة عم بيصوتوا بالبوء تيبوت العهد حاملوا والشعب عم بيصلي ماشي قدامه الكهنة وتيبوت العهد عم بيصلي ويبرم حول هالمشكلة ثلاث اشياء بيسابع برمي ما لقوا إلا الأسوار مثل الطحين نزلت وفر العدو هاربا ودخلوا إلى قريحة رح يجي وقت إذا بتتناولي وإذا بتصلي وإذا بيصلي معك الكهن أو تستنجد بصلاة الكهن رح تلاقي هالمشكلة يلي كانت مستعصية عندك وكانت مستحيلة رح تلاقيها سقطت مثل الطحين والعدو اللي كان محصا وراها وعم بيحاول يستغلى لهالمشكلة تيأسي أو تحتري يسيطر على هالشخص بتلاقيه ولا هاربا وبتلاقي هالنفس البشرية رجعت إلى سلامة هيد الحصون يلي بيدعينا الرب أن نهده هي حصون أقوى من قدرتنا البشرية لكن مثل ما قلت بالأول بقدرة الله لا حقيقة ترتفع فوق معرفة حقيقة الله بقدرة الله كل الحصون ستصوت والابنة صهيون سيعود بهيئة ومجدة وقداستها وستتحرر من أعدائها نعم يعني تبوت العهد هو بينش يرعب يرعب بالأعداء يرعب بس عطيني تبوت العهد اليوم أقوى من تبوت العهد تبوت العهد القديم كالرمز يرمز إلى حضور الله بس بالعهد جديد هو الله الإربان مش يرمز الله زودك فيه يعني لما بتتناولي عم تنزلي الله على المعركة عم تنزلي على الحصون المنيعة ساعتها الرب قدر يخرقها عضلاتي مش قدرة قدرتي وطبي مش قدر بس الرب قدر وقت ذكرت حضرتك البوق يعني نحن لازم هون عم نشهد كمان قدام البوق يرمز إلى الصلاة الصلاة بوق بيصوفر لأله يدعو الله أن يأتي ولما الكاهن بيصلي ينزر الشرير لأنه الكاهن بصلاته يرمز إلى سلطان الله صلاة الكاهن ليست كصلاة المؤمن لما الكاهن بيوضع اليد وبيصلي منه مؤمن عادي عم بيصلي إنه الله بزيته قوة الله كله موجود بإيده لما بيقل للرسل اصنع ذلك بإسمي مشان هيك الكاهن يحمل شخص يسوع ولو كان خاطئ لو كان حامل عيوب بطبيعته أو بحياته الشخصية الله يبقى بالكهنوت حاضر بالكاهن رغم الخطيئ اللي حاضر فيه الخطيئ إيه الحساب بالدينون لكن الله لا يتخلى عن وعده للكاهن حتى الممات نعم سر فيه اسأل فضل بيرمروان وقتها حكينا عن أريحة أنه هي أقوى المدن العدو بكنعان دايما الأريحة هي أخطر قيد موجود أو أخطر حصن موجود بحياته وحصن يعني الخطيئ الكبيرة المخبة ورا الخطيئ مثلا إذا بنا نحكي السامرية إذا بنا نرجع السامرية هي لما نجت عم تطرح على يسوع وضع الصلاة كان عندها مشكلة وكانت مفتكرة إذا حلت هذه المشكلة معناتها بتصير مؤمنة سألته إنه وين لازم نصلي نحن ضايعين جوابها يسوع بس فسر لها مش هاي مشكلتي وصل على المشكلة الحقيقية المخبية هي كان سكانها روح زنة عيشة مع خمس رجال يعني الأيد هو كان روح زنة نعم بترس إذا بديك تأخذ بترس مشكلته مش الخيانة لا يسوع اعتداد بذاته اعتداد اتكاله على ذاته نعم قداء إلى أنه يكون الله ويكون ضعيف بموقف وقت تحدته الجارية لا لأن راح لهونيك وقدرته الذاتية ما كان متكل على الله هيد الحصون المخبية وراء يلي تنكشف بالمعارك الروحية ويلي من الصعب كتير يعني اليوم تقولي لأ إنسان مدخون هيني بظل يضبط حيله لكن يشفى من الخيانة كتير صعب لا شفاء من الخيانة بده نوع من التخلي عن الزيت ومن أصعب المعارك أنك تتخلي عن ذاتك وتخلي الله يصير مالك عليك وهو يقرر عنك هاي من أصعب المعارك واتكال الإنسان على ذاته بيقدي إلا أنه يسقط بسقطات معينة نحن نصير نعالج هالسقطات ومنترك هالحصون المخبى وراها الاعتداد بالذات ويلي منعالج خطية بتلقي الحصون بترجع بتكبها ديلا أو بتكبها ديلا ما ننخرق هالحصون يلي هي خطايا دفيني أو جروحات دفيني انعلجها تحت تالي يبلش تتعلج النتائج وتبلش تحلى الحياة نعم هلأ كهشوم مطلوب مننا هذا مفتاح من مفاتيح الحرية اللي كنا بدنا نحكي عنها الحلقة المقبلة نعم أبونا بس يعني ما في بديل عن المعركة لنتحرر لا 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 اليوم في بديل عن تعب الدرس تنوصل للنجاح نعم ما فيه مشان هيكي ذات الشي فيه نوع من التعب فيه نوع من الصليب تنستحق الحياة نعم ما تنسي نحن عم نستردل الحياة الحياة أخذت مننا أخذها إبليس وجررنا كان فيها للموت إجا يسوع ورجع دعينا مثل ما بحريتنا رحنا على الخطيئة دعينا بحريتنا نرجع للفضيلة نعم هون بيقول الطريق سهل تتروح إلى الخطيئة لكن الرجع على الفضيلة طريقة وعرة وقاسية بدنا نرضى بوعورة الطريق وبأساوتها وبدنا نرضى بالجهاد وبالصليب لأنه فيه استحقائق كبيرة نطرتنا نعم يعني هناك دور نحن لازم نقوم فيه وبيقول بإياشوعة 18 الآية 3 حتى متى أنتم متراخون عن الدخول لامتلاك الأرض التي أعطاكم إياها الرب نعم يعني دايما الرب بحسنا وبيشجعنا وبيقوينا أنه لأنه بتعرفي طبيعتنا خاملة بتحب دايما كسولي بتحب الراحة دايما بيشدد همامنا بتحتيالي نرجع من جديد نخوض المعركة ومنيقص نعرف نحن بوقت اللي ارتسمنا وبسل عملنا يبيلنا الكهنة الأربع ارتسمنا سوا كتبنا هالشعار على كم وكل فإن الدربة طويل قم وكل نعم دايما الرب يدعينا قوم وكل بعد الدرب طويل ما تدعينا ما تغفى هذه كلمة إيه للرب إلينا نعم يعني ما بيكفي اليوم نحن بمروان نتجنة بالشر بل لازم نهجم ايه يا هونيك دعوة للهجوم مظبوط كتير من المسيحية عندهم خوف انه في ناس بيجويلولي أبونا أنا ما بدي صالة ما تجرب لكي لكي هالمنطق لقلوق في كتير أنا ما بدي اتعطب الموضوع بخاف يقوم يصلي شي نعم يا خي هجوم اللي دعيك تخوض المعركة ما دعيك تتفوت عمعركة خسراني نعم معركتك ربحاني فوت عليها حاجة خيفان مشان هيك القصة ترتكز على الليهوت الصحيح معرفة الله عن حقيقة الله قوي نعم زو قدرة ما ممكن حط إيده بإيدي وإنه يخسر معركة ولا ممكن وإذا خسرت المعركة لان بعد ممكن العزيتي ما تكلت على الليهوت مشان هيك الحرب هو أكيد مش بعضلاتهم بل بسئتهم بكلمة الرب وتألهم بشدة قوتهم مثل ما ورد بأفاسوس واحد بيقول وما هي عظمة قدرته الفائقة وها هي عظمة قدرته الفائقة المعلنة لنا نحن المؤمنين بحسب عمل اقتداري قوته الذي عمله في المسيح بإقامته له من بين الأموات يعني هي نفسها القوة اللي أقامت الرب يسوع من الموت نعم نرجع على الحصون بأريحة بقوتهم اطلعوا عضلاتهم ولا ممكن تقدروا تزيح حجر من القليع اللي كانوا عمرنا مشان هيك التجهوا للرب والرب عطاهم طريقة علمهم كيف نعم ولما مشوا بالطريقة لوحده القوي سقط وانتصر الرب وشعبه نعم شو بقى بدنا نحكي عن معركة يا أبونا هيدا المعركة بدنا نحن بس هلا بدي بس ساعة أكتر أنا نشجع بس كل الأشخاص يلي عم يصطدموا بعقبات كتير كبيرة بحياتهم نعم روحية نفسية عم بعيشوا أزمات عم بعيشوا صعوبات مع ذاتهم مع الآخرين نعرف ما يقسوا كل الحصون ستسقط وسينال سيعود الحرية إلى ابنة صهيون وإلى أورشالين وستعود هالمدينة مقدسة سينتصر المؤمن نعم ميئس يعرف يتحصن بهالثلاثة أشياء صلاة الكهني صلاة الكنيسة القربان المقدس والتسعويات التقويات عايش الفضيلة نعم هون كمية أبونا دي لازم يكون مطمئنين لأنه يعتبر المؤمن المسيحي هو عسكري بجيش يسوي يعني هو مسؤول عنه جندي نعم على أكيد من رب سميه هاك ومربولوس كتير بيرددها نحن جرود نعم وبيقول انتبهي المسيحية ما بتقدري تفهميها بدون المعارك الروحية ياللي ياللي بعده لغاية اليوم مفكر المسيحية اني انا بصلي ونعم بتشتى علي تبهي مظبوط رح تشتى علي نعم تكفي المعركة لكن انا بجاهد متواصل وانا بمعركة مستمرة للموت مشان هيك التجارة بتلحقني لآخر نفس بلغزه على فراشي بالموت تنتهي المعركة مشان هيك نحن جنود وعلينا دايما ان نتسلح بسلاح الله والجندي اللي ما بيعرف حاله كمسيحي انه هو جندي يجب ان يكون مسلح رح يكون رح يسقط سقوط عظيم ورح يكون سقوطه كتير كتير مخزي ورح نتطرق للأسلحة الروحية المدعوين نحن نتسلح فيها اعسر من الفكر والمشاهدين لازم نحمل البرود يا ابونا لا لا نحن عم نحكي عن المعركة الروحية نعم والمعركة الاساسية هذه كمعركة مزيّة في خلاءة ابليس وقالنا يجب ان نتخلى عنا ونرجع للمعارك الاساسية يلي الرب دعينا نخوضها اسمها معركة استرداد الملكي يعني نحنا اليوم نحارب بعضنا نحن عم نحارب بالجسد يعني معرفنا بعض انه الحرب روحية برافو بذات الوقت عم نحارب بأفكار بأفكار ابليس ابليس هادي هي رغبته ان يغير ارض المعركة واشخاصها المعركة الانسان اجعل ارض يخود معركة على ابليس ويحرر ما سلبه ابليس مني نعم قام ابليس بالحيلة والخدعة ألوى للمعركة وحولها لبعضنا وقعدوا مرتاح ودي أهمية انه نتبع اللي بقوله اشعية 55 ست اطلب الرب مدام موجودا ادعوه وهو قريب يعني هو ناطر تحت استنجد فيه استنجد فيه وناخد منه السلاح والقوة وخاصة وقت الصعوبات نعم خاصة وقت الصعوبات مشان هيك ممنوع خلي ابليس يفوت اليأس على داخلي ويفوت الشعور بالخزي وقدمهم انه ما ننسى انه مراحمه لا تزول ابونا يعني هو مع كل صباح وما بيقصر نعم وما بيقس منه ورح نتوقف مع بريك ورح نتوقف مع بريك اونا مشاهدين لحظات ونرجع منتابع عودة لكم مشاهدينا برماروان رح نحكي كم رسالة بانتظار اتصالات المشاهدين عنا سونيا بدور من كندا بتحكي تسألك عن حركة التجدد بالروح بالروح القدوس هل هالحركة موجودة باللبنان ومعروفة بالكنيسة كتير معروفة وكتير فعلي وكتير بشجعها انها تفوت فيها لكن الحركة الكاتوليكية المسكونية نعم لأن هناك حركة تجدد بالروح القدوس لأنه في حركة تجدد بالروح القدوس عليها علامات استفاهم للكنيسة لكن الحركة التي ضمتها لكنيسة حركة كتير مهمة وفاعلة جداً باللبنان وبشجع من قلبي أنهم ينضموا لإله لأن فعلاً فيها شفئات كتير عم تصير بالروح القدوس جينا نحجيلي يريد أبونا بتحط على صفحتك صلاة تكريس أولادنا لقلب مريم الطاهر من قلبي قريباً عطيت رأيها فيه الكنيسة وأنا بالتزم باللي إليته الكنيسة طلعت تعليم بهالموضوع ومنعته أنه طلبت منه يوقف الظاهرة يلي منى أبداً ظاهرة كناسية وبدوا فيه راجعه كمان هالتحقيق يلي عملته بكركبها نعم رح ناخد أول اتصال أبونا ألو 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 مصور تفضل مساء الخير مساء النور يعطيكم العافية مرسي الله عافيك تفضل بدي أسأل بير مروان سؤالين عملي معروف تفضل بير مروان بدي أسألك أول سؤال إذا كنت أنا نايم وعم بحلم بنومي والحلم جاني فيه فعل خطيئة وهالخطيئة أنا وعيت من بعدها وعيت من بعدها وجساد تحت جران العذرة وطلبت السماح هوني هيده فعل خطيئة بالمنامي لكم؟ سؤال الثاني سؤال الثاني لماذا بيقوله إذا كنت عم بحكي شي صار معي مواجهة مع الشيطان عم بحكي فيه ممنوع إحكي التفاصيل هل ترى هذا بيعطيه قوة للشيطان يرجع يرتد عليه ولا كيف أنا بقلك من أساسها ما تعطي إيمي للشيطان ولا تفتح حوار معه ما في لزوم نحكيه أو نخاطبه في لزوم إذا نعم مش معه إذا كنت عم بحكي عم بحكي أنا كنت عم بعترف مع أبونا وعم بقل له شو صار معي نعم قال لي ما تحكي التفاصيل ما بعرف شو المناسبة اللي كان عم يحكي فيها لأبونا بس إذا قال لك هكي بيكون هكي يعني الكاهن بسر الاعتراف بيعرف من خلال حديثه للمعترف شو لازم أنا وجهه إذا قال لك هكي التزم باللي قال لك ايه بركي بهدف إنه ما يعطيه أهمية متل ما من نسمع كمان مش لازم كتير يعني نكتر الحكي عنه لحد تالي ما كتير إنه آخر شي بيتحول الإنسان موسوس بالموضوع وهذا غلط وهيك وقت اللي قال صاحب المزامير الكلمة صحيحة بتحية وبتحية لأنه روح الله هو اللي عبي يحيي فينا لأنه هذا هو التواصل مع الرب وهون المشكلة نحن العم العينية أنه التواصل مع الرب مقطوع وهيك وقت اللي حضرتك وحضرت خيه وقت اللي حكي عن انتصار الجسد الجسد بس ينتصر يعني الروح ما بتغذى وما تشي غذى للروح إلا كلمة الله وهذه الكلمة هي قوتنا وهي سلاحنا بولوس وقت اللي قال لأهل برسالته قال هذا السلاح الكلمة هي سلاح هو السيف ذو حدين تدخل إلى الأعماق إلى مفارك النفس والروح وتحكم على خواطر الإنسان وهذه الخواطر مش بس وتظهر كل شيء جلي أمام الله يعني نحن وقت المنفوط للمعارك نحن منتصرين لأنه سلاحنا معنا وهذا سلاح هو قوتنا نحن ما فينا نفوط على معارك أنا بتعجب بهالعالم كيف فيتين على هالمعارك بلا سلاح وهذا السلاح هو كلمة الله هو العودة إلى ينبوع ينبوع الحياة إلى كلمة الله ليسوع المسيح اللي قالنا ما تخافوا أنا معكم وأنا ما جيت كرمال الأصحاء بل جيت كرمال المرضى ونحن مرضى ونحن كلنا عنا عهد ولكن ما ممنوع نضعف قدامها لأنه إلهنا انتصر وإلهنا أعطانا أيامه وهذه الأيامه ما ننعيشها وهذه الأيامه هي اللي دحرت إبليس وهي اللي ركعته وهذا هو هدم الحصون الحصون ما تنهدم إلا وقتل أنا بعيش الأيامه اللي الرب أعطان إياها وده صحقه بطرس بيقول أنتم شريتهم بدم دم غالي ليس بأي فضة أو دهب بل بدم كريم ودم يسوع المسيح نعم وهي انتصارنا وهي قوتنا فعلا مع الرب دايما يا مارون حربنا منتصرة ومنشكر مداخلتك كمين معنا اتصال ألو ألو مرحبا أهلا تفضلي ألو ألو أبونا لو واحد توفى موت حادث يكون هذا من الله؟ إذا الحادث مش أنا مسبب لإله الموت من الله بس ما كون أنا يعني كنت مسريع وكنت معتدة على قوانين السير ومركب مخلافات وعملت حادث وثالت حالي لا هون مش الله هون أنا إنسان ما تقيت بقوانين وفعلا عرّت نفسي وعرّت الآخر للخطر لكن إذا ما في هالأسباب وصار الموت إيه؟ إرادة الله يعني إذا واحد كان عم يمشي وإجت سيارة دعا ستة إرادة الله يعني شو؟ إرادة الله هذه إرادة الله إنه سمح إنه بهاللحظة يموت لأنه هذا الوقت اللي رسمله إياه كان الرب لو ما بده يموت كان قادر يدافع عنه ويلغي هالسر عنه بغض النظر عن الطريقة أبو عن الطريقة أي يعني اليوم كذا مرة إجوا عند يسوع بدون يلقطوط يقتلوه كان يشتاس في وسطي ما كان حدا يقدر يلقطوه بس إجوا لقطوه قالوا مش لقطوني لأن ساعتي قتت بس لقطوه على جبل الزيتون قالوا لأنه أبي سمح وساعتي أتت نعم معنيتها أتت الساعة هلأ كيف كانت الطريقة يسوع لقطوه وصلبوا الزلم يراح بحيد السيارة نحن في إرادة الله وبدنا نردخ لهالإرادة يالي الرب بيختارنا نترك فيها الحياة لحكم منه وفيها خير الإنسان مشان هيك هذا اللي بعزينا إنه هالإنسان راح بإرادة الله والرب بيعرف خيره ليش هالوقت؟ هم الموت شر إذا بدون الله؟ لا 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 شر إذا كان انتحار إذا كان شر بصير إذا كان مسلم نفس الإبليس أخر عدو يباد هو الموت الموت لأنه هو نتيجة الخطيئة الأصلية نعم يعني هو عدو للإنسان بس انتبه ميز بين موتان يسوع موت الجسد منه شر يسوع ميت بالجسد تخلى عنه بالقبر ونبس جسد ممجد نعم وهذا الموت نحن كلنا أبناء الملكوت بنا نجتهزه الموت الحقيقي اللي رب نبه عنه هو عندما تلقى النفس والجسد في جهنم هذا الموت هو العدو نعم بعدها معنا المدام ألو والسؤال الثاني ممكن أسأله اتفضل صحيحة العدرة قالت لأحد السهود أنه نازم يوم الأربعة أو الجمعة نصوم يعني طول منها ربسنا كل مي وخبش نعم طلبت هالشي العدرة ورجعت بآخر رسالة مبارح باثنين الشهر كررت وبتقول الصوم كتير بيساعد على بالتضحية طبعيته بيساعد على حب الله على تقوية الإيمان وعلى انتصار قلب يسوع ومريم الصوم مدعوم بالصلاة نعم أو الصلاة مدعومة بالصوم كتير مهم والعدرة وسط مظبوط بظهراتها أننا نصوم كل الأربعة وجمعة إذا فينا وصحتنا بتسمع على الخبز والماء نعم نشكر اتصالك مدام كين دك توضيح بعد نقطة عن الموت نوعا بيحكي يعني عدو الموت كعدو هو الموت الأبدي الموت الأبدي يعني الانفصال عن الله نعم والزهيب لجهنة إلى جهنة إلى الهلك هيدا عدو لأنه بيفصل الولاد عن بيهم نعم وبيحرم البي أولاده وهيدا العدو تشترحه حريتنا نعم نعم يعني أعداء المؤمن هو من الموت من أعداء المؤمن مقصود فيها هنا الموت الأبدي مش الموت الجسدي لا 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 موت الجسدي الدسين راح عليك نعم ويسوع ببدايته راح عليك كمين راح ناخد اتصال ألو بقلبك تفضلي بقلبك تفضلي يا أهلا تفضلي أبونا اذا بتريد أول شي في تمرد على التجسد في خورة كان عم بقول لكم مرة تمرد لسي فورس على معلش شي ما توخذني عم بيسألك سؤال مش إنه أحضرتك إيلة بس إنه في مجال أعرف شو يعني تمرد على التجسد إيه معنى جهي تمرد على التجسد تمرد على التجسد لح بدون بدون بس واضحيني ما فهمت التعبير تمرد على التجسد تمرد على التجسد دي شي فرص تمرد على التجسد تمرد على التجسد اي بدون ما تغزيني بس ما فهمته ولا أنا يعني ما صار ما فهم يعني فينا فيي ما جاوب ما بدي جاوب شي ما نفهمه مضبوط معك حس تابونا بعدين يسويو يسويو تنسلب على الصريب ما حمل خطيانة وحضرتك عم بتقول انه الولد بس يصير مثلا بيعنده مقافة او مشكلة او كذب بحياته او بسبب البيت بسبب عمل بس ما الرب حمل خطيانة عالصليب يعني كلنا صرنا يعني شو بقولو عفين عفين عنهم عالخطايا كيف الولد بده يكون هو العميح التمن يعني حياة الولد يعني لحظة لحظة انه بدي يطلع محبباتي او امرجي عالصليب حمل الدواء انا مريض وما بدي اخد الدواء مش معنيه طب صح اليوم البشرية عنده دواء لكل امراض الروح ولكل الالام النفسية والجروحات بس بديك تشوفي اذا البشرية عم تروح على الدواء الحقيقي العطيو يسوع عم تاخد منه تتين شفر ممصيبتك بحشنا لقلنا قباري مشقة او عم نشرب مننا وما عم نرتوي عم نجرب اننا ننشفى بامور ارضية وبشرية ومحد لحوني ساعتها ما رح يصحوا مظبوط اللي عم تقولي الرب على الصليب شفاني بس شفى اللي اجا واخد من هالصليب وصماره اللي ما اخد من هالصليب ما رح يشفى مشان هيك حلقتنا هي دعوة للناس تنقلهم اربح المعركة نحسمها لحل شو ما كان قوة المعركة الرب عطاني سلاح اقدر احسمها لنصري ما بيقدر وبيقدر اهدم كل الحصون اللي والجروحات انشفى منها بس هيدا كلام للي التزم فيه بايمان وراح عمله ثلاثة ربيع البشرية اليوم ما عم تعمل بها الكلام مشان هيك عايشة بمصيبة وعم تحس انه الدق طبعا ما له دواء عايشين باليأس بالحزن العالم شوفوا ما في امل نشكر اتصالك مدام كمين رح ناخد اتصال قالوا قالوا سلام المسيح بعلبك تفضلي في نحكي مغفر مروان تفضلي 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 شو سؤالك نعم سلام المسيح عبونا الله معك ياختي الله معك نور المسيح عوجك وانت قلك فضل كتير كتير كبير علي الله خليليك مرسي شو سؤالك مدام لانه اللي عمر بتصل وما عم بقدر بدي اقل لك انه تفضلي كتير كتير علي فضل الله لانه من خلالك انا برامة 180 درجة لورا ربنا ياختي غير لك قلبك وهو حط النعم فيك لورا ليش انا بسكرك فكرني بسلاتك انا وولادي الله خليليك ايهم خليليك عائلتي وانت تسكرين بسلاتك نشكر اتصالك كمام رح ناخد اتصال الو الو بونسوار بونسوار تفضلي سلام الرب معكن ومعك معك كمان تفضلي انا بش بدي حب انو شو هنمور الحلو اللي طالع منكم على الشيخة الله يخليك هيدا البرجيطوريت كلمة ربنا اللي بتنوير وبتشكركم كتير وبتشكر ابونا مروان على كل كلمة عم بيقولها انو بيخلينا هيك نحس بالمعرف الحلو لكلمة ربنا الله خليك بتشكركم كتير نشكريك نشكريك عكيمتي كمان معنا اتصال الو 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 مصوار مصوار تفضلي مستي فينا احكي مع الابونا عم يسمعك تفضلي شو سؤالي مصوار ابونا انا ما عندي سؤال انا عندي طلب خاص صلاة ضروري تفضلي تكرم عيني ابن 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 تخت عمل عملية قلب مفتوح ومش كتير ماشي حالو نحنا بحاجة لصلاة كتير اليوم تكرم عيني هلا الليلة بصلاة كمان نطلب المشاهدين يحطوك بالصلاة وكل اللي عم يسمعون عم نطلب منه ونحطوه بالصلاة لها الطفل نشكر اتصالك كمان معنا اتصال الو الو انا كنت عم بدي اسألوا لبير ماروان سؤالين وقطستوا الاتصال بليز شو معنات ابونا شو بتاعني كلمة تلالي مرة ورقك انو عشايا سأمشي قدامك اهدم الجبال شي هيك سأمشي قدامك واهدم الجبال اه يعني الله الجبل هو الاعاقة الروحية نعم مشان هيك لما نقل يسوع من له ايمان ينقل الجبال ويحولها سهول هي الهموم والاعاقات يلي بتمنع مسيرتي تجاه الرب يعني بيحول الجبال الى سهول بيحول المشاكل الى حلول نعم ويمشي امامك نشكر اتصالي كمان معنا اتصال الو الو شربي الخاطر من فرنسا هل لدى بعض النفوس في جهنم خيار في يوم الدينون العامي خلال حقم الأخير ابدا ابدا هل يجب الصلاة للنفوس في جهنم ابدا هل صحيح انه رحمة الله هي ابدية ورح يعطي فرصة لها النفوس اذا انه بده خلاص رحمته على الارض نعم بعد الارض خلاص اللي نقق نقق ما فيش خيار ما فيش خيار تاني بقى لان عطيه كامل الوقت طي قرر هون مش انهكي ما قرر هون مش رح يقرر هون لان لو بده قرر هون شو دور الدينون العامي بعد حصول الدينون الخاصة الدينون العامي تنتهي الحياة فيه على الأرض الدينون الخاصة صارت الدينون خلاص نعم بس نهاية الحياة الدينون العامي الأحياء سيتحولوا إلى الدينون وستنتهي التناصر على الأرض خلاص توقف الحياة نعم هاي منسميها لنهاية العالم مشاهدي بتشكر الله عوجودكم بشكر الله عوجودكم لانكم عم تعبوا قلبنا رجع بالسماء وعم تزيدوا طموحنا بالحب بحس عندي رغبة كبيرة وصل للناس شو عم بحس تجاه الله بس بزعل لما الناس من حسنات حياتهم بشيلوا السيئات يعني ما بيشوفوا الفوزيتيف مرة قال زكاربي صلاة صلاة بتفتح لقلوب المسكرة ياريت ترجع تعيدها يا أبونا ومعكم بالفعل عم بشعر مع أطيب الرب رح حط على البيج صلوات معينة هكي حلوة العذرة عطيطة قد تكون غزة لها نفوس اللي بحبوا انه يصلوا للعذرة وفيسوا وانا برجع بحس المشاهدين انه يبعثوا لنا رسيلون عبر ايميل البروغرام وأكيد رح نجيب عليهم تباعا أبونا مروان يعطيك المعافية الله يهوكي مرسي أبونا نصرة يسوع نصرتك أنت وبسبب ما فعله على الجلجلة أنت تحررت وإبليس تحت أقدامك وأنت تملك الآن في المسيح كملك في هذه الحياة ولك السلطان على الأرض على حياتك على ظروفك وعلى كل قوى الجحيم تقدم وخذ هذا السلطان وهي إلى المعركة لأنك تحيى في عالم مليء بالمؤثرات الشريرة والشيطان يريدك أن تنسى وتتعامى عن سلطانك لكن لا تخف إله الكون يحيى في داخلك يحيى ويتحرك بداخلك لتستمر في بناء نفسك في البر والقداسة اثبت بالرب إذ فيه ستحيى حياة مليئة بالسلام في وجه كل المصاعب تشجع ولا تخر عزيمتك فقد حان الوقت أن تغير نظرتك وتفسيرك لظروفك آن الأوان لتغير اعترافاتك كي تأتي اعترافات إيمان ونصرة فكر أفكار الله فكر من كلمة الله في كلمة الله فتفرح لأننا أعظم من منتصرين ولا يمكن أن نهزم عش مدركا بالتمام لحقيقة هويتك تقوى وتشجع لا ترهب ولا تجزع لأن الرب إلهك معك حيثما تتوجه وإلا لن تحقق الانتصار وتهدم الأسوار والحصون وشيدنا دايما المجد للرب بشكر متابعتكم على أمل اللقاء نحن وياكم الخميس المقبل فكونوا على الموعد الله معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر